الهيئة الإسلامية تناقش دور الآئمة في الإسلام المعاصر وتطوير برامج تعليمية وفق الرؤية النمساوية وبيطل علينا الأستاذ الدكتور عدنان أسلام بيقول هل تمثل جماعة الإخوان المسلمين تهديدا خفيا للنظام الديمقراطي في النمسا والخبر الأخير كاردنال شومبرون طلع في نهاية الإسبوع في برنامج بريسا شتوندا وقال بيدعو لمزيد من الموضوعية في قضايا الهجرة وبناء الجسور مع الإسلام دون سزاجة ثلاث موضوعات مختلفة وإن كانت بتصب في إطار واحد وهو إطار الخروج بورقة ورق التوافق إن صح التعبير ونقدر نقول بين مطالبات الكاردنال شومبرون مع التغيرات الهيئة الإسلامية طرحتها في الفترة الأخيرة اللي بتناقش دور الآئمة عملية تطوير إن هما دلوقتي بيقولوا لا إحنا عايزين نعمل عملية تأهيل للآئمة بما يتناسب مع المجتمعات اللي موجودة فيها الأشخاص شايف التغيير ده التغيير إيجابي أو طرح إيجابي نعم والله شوف سيد الكريم هذا الموضوع أن الهيئة الإسلامية تناقش دور الآئمة في الإسلام المعاصر وتطوير برامج دعليمية وفق الرؤية النمساوية يعني هذا الموضوع صراحة يحتاج إلى تفسيرات كثيرة لأن مع الأسف الشديد اليوم يا سيد الكريم مع الأسف لدينا مشكلة عامة الدين يفسر بناء على الحالة المزاجية للكثير من الأشخاص والأفراد كل واحد يفسر الدين بطريقة تتناسب إما مع اتجاهاته توجهاته السياسية توجهاته الأديولوجية توجهاته القومية الممتدة يعني مثلا هل الإسلام التركي بشكل عام هل يشابه الإسلام المصري أو الإسلام السوري يعني خلينا نقول في حالة هنا حالة خاصة أو خصوصية خاصة تطغى تطغى تقريبا على تفسيرات معينة فهذا الكلام بصراحة الإسلام الأوروبي والإسلام النمساوي والمسيحية الشرقية والمسيحية الغربية يعني يوجد دائما بصراحة مفردات لا تتعلق بالديم الشيء لا تساهم إلا في تعزيز فرقة ما تعزيز يعني تفرق ما بصد عفوا هذا الشيء وتفكيك المجتمعات للأسف بالضبط تفكيك المجتمع هنا قال كاردينال النمسا ما ذا قال كاردينال دعا سيد كريستوف شونبورن إلى تناول قضية الهجرة مزيد من الموضوعية مشددا على ضرورة بناء جسور مع الإسلام دون السقوط في السذاجة جاء ذلك في مشاركة لهم وأكد على أهمية تروحة طبعا هو أن يسيب منصبه في عالي القضاء صحي 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 هو فعليا يعني حتى الآن تقريبا لا يوجد يعني من سيخلفه في مكانه بشكل واضح حتى الآن يبقي ترشحات من الفاتيكان صحي صحي يوجد أدتها شيئا شدد على أن الكنيسة الكاثولكية نفسها مرت بالتجارة بتعاملت من خلالها مع الفصل النسبي بين الدين والسياسة وهو ما أتاح الحريات المدنية مثل حرية الدين والضمير والتجمع صراحة النقاط بالغة الأهمية بالغة الأهمية التي تطرق إليها سيد شونبورن بهذا الموضوع موضوع فصل الدين عن الدولة يعني بقاء الكنيسة أو المسجد بعيدا عن السياسة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة رجل الدين يبقى في الكنيسة في المسجد في المعبد اليهودي وما إلى ذلك هذا الأمر البالغ الهمي أتى علينا هنا الدكتور عضنان أصلان وقال أن الجهود المبذول لمكافحة جماعة الإخوان المسلمين لم تحقق النجاح المرجو شوفوا أن التصريح مهم وأشار إلى أن الجماعة تعملوا احترافية شديدة مستفيدة مواردها المالية لتجنيد أبرز المحامين والدفاع عن مصالحها وأوضح أن السلطات لم تدرك بعض الخطر الحقيقي لهذه الجماعة التي تتسم بالعمل السري والخداع وأضاف يقدمون أنفسهم كديمقراطيين ملتزمين بينما في ألواء الواقع يسعون لتقويض الديمقراطية من الداخل هذا واقع تظهرون بالديمقراطية لكن هم بيساعدوا على هدمها أو بيسعوا مئة بالمئة هذا كلام دقيق جدا من الدكتور عضنان أصلان أن فعليا النمسا أنا قلتها ميران وتكرارا صراحة دكتور مدوه جماعة الإخوان المسلمين بسياستها تستطيع أن تكون أكبر أكبر من النمسا هي فوق النمسا فوق المنظومة الديمقراطية فوق الجمهورية النمساوية هذه الجماعة بعيدا عن هي صحيح هي خطأ هي تنتهج منهج 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 جمعية مغلقة جمعية مغلقة على أشخاص معينين غير منفتحة على التعبير على الرأي إلا إلا ضمن 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 مصالح معينة يسعون دائما لتوطيد علاقاتهم مع السياسات مع السياسيين النمساويين يتظاهروا بديمقراطية ولكن أتحداك وأتحداهم أنا أيضا مرارا وتكرارا أن يستطيعوا أن يناقشون أن يتعاملوا مع الكثير من القضايا الموجودة في المجتمع يفصلون يفصلون واقع المسلمين المسلمين الموجودين في النمساوية وفي العالم عن باقي قضايا العالم أو يحاولون تأطير 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 يعني القضايا ضمن منظورهم الخاص ويقدمونهم فبالتالي فبالتالي والعمل في الخفاء خد بالك ينتج تطرف ينتج صراحة يعني تفلت ضمن ضمن منظومات الدين الجديد ضمن منظومات يعني صراحة موضوع يطول شرحه أعتقد أن الدكتور أصلا يعني أفاد وأوجز وشدد أسرع الهمية التعاون الدولي مشيرا لها النمساو يمكن التعامل مع هذا التهديد شوف دقيقة وقال المشكلة هذا الطابع عالمي ونحط بحاجة لدعم الدول الإسلامية لتوفير ما برفين هذه الدول الإسلامية بيحكي عنها لتوفير معلومات أعمق حول جماعة الإخوان وتنظيمات مثل ميلي جروشة التركية إما يسلم في وضع إطار قانوني لتحديدها فبالتالي موضوع معقد أعتقد فعلا كما قال أنه يحتاج إلى إلى تحالف إلى قوة فعليا حقيقية تستطيع أن تسيطر وأن تتعامل مع هذا والنمسا أعتقد أن أنا قلت مرارا وتكرارا في العديد من المواقف أن فعلا النمسا وجماعة الإخوان في النمسا أقوى أقوى من دولة النمسا بصراحة يعني ده يمكن ده اللي بيعضب أنا لن أعظم ولكن هي فعليا متجذرة بطريقة هي أقوى 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 من القوانين الموجودة في النمسا وتستطيع القفز واللعب عليها نعم يعني ده كلام يؤكد العملية لوكسور عملية لوكسور التي تم فيها اقتحام العديد من المنازل والشقق واعتقال الأشخاص جميعها انتهت وحتى الآن لم نسمع أي تطور حقيقي ماذا نتج عنها ده اللي بيأكد يمكن تصريحات الكاردنال شومبر اللي هو بيقول نفصل الدين عن السياسة ويجب أن يكون هناك حوار بعيدا عن السذاجة بعيدا عن السذاجة نعم